تحياتي وكل عام وإنتوا بألف خير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها بعض الأحيان في حياتنا بتجيك صورة بتجيك لقطة بتحرجك بتخليها عالقة بذهل الناس بس ميزت هذه الحياة إنها دائما تعطيك فرصة ثانية تقلب الأمور وتخليها من شخص أنت في موقف ضعف لشخصي في موقف قوة اليوم قصتنا على اللاعبين تم إحراجهم لدرجة ربما السخرية منهم لأشهر لكنهم قدروا يردوا الصعصعين لمين لمدربهم هندخل بتفاصيل قصة ما يمكن أن أسميه أقوى احتفال انتقامي في تاريخ البدر من الليل هندخل فيها ونعرف أسرارها وتفاصيلها وتأثيرها وخلال ذلك إذا أعجبكم الفيديو تتركوا لايك وإذا ما أعجبكم تتركوا لايك لأنكم أصحابي قصتنا اليوم عن هال سيتي النادي اللي كان ينافس هذا الموسم بالدرجة الثالثة لكنه السنة الجايحة يكون بالدرجة الثانية بعد صعوده النادي اللي تعودنا عليه لسنوات قبل ما يختفل في البريمير ليج واللي من الصعب تتخيل يكون موجود بقصة الجمعة لأنه دائما نتكلم عن الفرق الكبيرة ومشهورة لكن قصته المؤثرة اللي كانت في موسم 2008-2009 بتستاهل نوقف معها الجولة 19 في البريمير ليج البوكسنج دي تحديدا مانشستر سيتي كان في أول موسم جديد له مع الملكية اللي قادمة من الإمارات الفريق اللي اشترى روبينيو وأصبح عنده كومباني وكان عنده آيرلند في قط الوسط وشور ريت فيليبس لعبين لسه طبعا بداية المشروع والمدرب مارك هيوز عم بيحل عليهم ضيف فريق هال سيتي الفريق اللي معظم لعبين وما بنعرفهم وما نشهروا وكان اللقاء في بدايته كارثة جدا على هال سيتي أربع سفر للشوط الأول هدفين للعب اسمه كاي سيدو والهدفين الثانيين لروبينيو وكانت أول ثنائية بسجلها مع مان سيتي وهي فعليا ربما تعتبر ثاني أفضل مبارا له مع مان سيتي لعندما سجل هاتريك أمام ستوك في نفس الموسم النتيجة كانت صادمة جدا كيف صادمين هال سيتي هذا بلعب مع مان سيتي لا لأنه هال سيتي فعليا دخل اللقاء وترتيبه أحسن من مان سيتي وقتها هال سيتي دخل اللقاء هو في المركز السابع كان عامل انطلاقة ممتازة للغاية وكان في كلام انه هال بيقدر يعملها ويروح من التشامجونشب للبرمير ليج ومن لدور الأبطال في موسمين فقط كان هذا النقاش وقتها لكن الشوط الأول أعاد هال سيتي لأرض الواقع وصدم مدربهم في البراون المدرب اللي كان صاعد فيهم أساسا وإلو محهم سنتين قرر يعمل شي غريب شوي توجه نحو الملعب للاحظتها ما كان حدا فاهم شو بدو يصير لكنه جمع اللاعبين وحطهم وقرر يقيم الحديث ما بين الشوطين في الملعب أمام الناس وجلسي الشرع كل لاعب ينتقده أمام جماهير هال سيتي جهة جماهير هال سيتي مهاجم هال سيتي وقتها ويندس قال لما شفته داخل على الملعب قلت أكيد رايح تجع التحكيم بلقطة من اللقطات لكن تفاجأت لما قال لي تعال انت واللاعبين وقفوا هون كانت صادمة لأنا بعد هذه اللقطة تم انتقاد براون كثير اعتبروها وإهانة لللاعبين اعتبروها تحميلهم مسئولية مطلقة وانتقادات أمام العالم كله انه فيها نوع من التنمر حتى بعض الأحيان أو التجريح بالنصيحة خلينا نسميه كل هذا كان فيه انتقادات واللاعبين خارجوا وقالوا بصراحة ما اسمعنا شي كان حوالينا كل جمور عن بهته فهو كان بيأشر وإحنا مش قادرين نسمعه وما بنعتقد انه هذا القرار ربما كان منطقي بالطريقة على كل حال هذا الكلام الغريب بين الشوطين جاب نتيجة لعيبة هال سيتي في الشوط الثاني تعادلوا واحد واحد وانتهى اللقاء خمس واحد فلي براون ربما أثرت عليه كثير فكرة النجاح خلال الموسم تعادلوا مع مانشستا سيتي في لقاء الذهاب قبل لقاء القياب هذا اللي خلص خمس واحد كان متعادل معهم ذهاب من اثنين اثنين صدمتوا الاربعة في شوط ربما كانت ردة فعله المبالغ فيها هذه لكن نقاط مش ندمانع قراري ولا ندمانع اللي عملته ولو تنعاد حعملها ممكن واحد اثنين من هذول الناس اللي عندهم ايغو او الانا العالية كتير انجرحت اوكي شو يعني هذا كان جوابه احد اعضاء الفريق الفني المقربين من فلي براون كان اسمه فيل باركن قال لما رحت انا لما خلصتهم الشوط رحت عقر في تغيير ملابس سبقتهم اتفاجأت ان واحد بيقول لي تعال تعال اللي حيحكي مع اللاعب في الملعب قال اول ما حكم معرفت الشو احكي كأني ما سمعت ما فهمت شو قلي فقال لي تعال على الملعب فرجع على الملعب وبيعترف باركن ان هذا القرار ربما ما كان دقيقي كثير قصة هذه المحاضرة امام الجميع ما كانت ابدا ايجابية تأثيرها كان كارفي من يومها خسر هال سيتي اربع مبارات متى تالية ومن يومها لنهاية الموسم فاز انتصار واحد فقط على فلهم بهدف في الدقيقة 92 ومن يومها تراجع الفريق من المركز السابع للمركز 17 وبقي في الدوري بفارق نقطة واحدة فقط كان في توقعات انه براون حيرحل في نهاية الموسم بعد النهاية الكارثية كان في توقعات انه حان وقت اقالته وكلام انه خسر اللعبة من تلك اللحظة وخسر الادارة بسبب مشاكل اخرى بينه وبينهم لكنه استمر ولكن استمر معه الكوارث في الموسم التالي ورغم تأكيد لعبيه هال سيتي في تصريحات انه لا والله علاقة طيبة واللي صار هذا قدام الناس عادي واحنا ما تأثرنا لكن جاءت مباراة اكدت انه فلي براون خسر الفريق تماما تلك المباراة كانت في 28 نوبمبر 2009 مانشستر سيتي عم بيستضيف مرة ثانية هال سيتي الناس كلها بذاكرتها الخمسة واحد الخطب الجماعية ومانشستر سيتي فعلا بالشوط الأول بيتقدم عبر شون رايت فليب بعد تمريرة من كارلوس ديفيز هون الناس قالت خلص يعني مباراة راحت هال صمد قاوم للدقيقة 82 جاءت وركل الجزاء فتقدم لعب اسمه بولرد نفذها وسجل هدف التعادل جيمي بولرد ما اكتفى بالهدف ركب وينادى اللاعبين وطلب منهم يقودوا وقام باعادة محاضرة فليب براون لللاعبين وكأنه عم بينتقم منه رغم انه لما طلع قال انا والله كانت مزحة لكن اعترف بولرد بعد ذلك انه فليب براون اللي ايضا خرج وقال بعد المباراة والله هي نكتي حلوة وما اخف دمهم الشباب ومن كتر مضحكة معرفتش اعمل المؤتمر الصحفي بعد اللقاء حتى رغم ذلك اعترف بولرد انه براون شعر فيها نوع من التحدي ونادى على جنب وقال له اسمع انا الزعيم الجميع اعتبر هذه الصورة ردا على براون وليس لها علاقة بمان سيتي ليس علاقة بالمزح هي رد اعتبار لبعض اللاعبين رغم انه رمما اربع او خمس لاعبين بس بالملحب كانوا في اللقاء التاني من اللي اتلقوا المحاضرة قبل موسم وبراون عشان يرتبط مصيره تماما بالسيتي طبعا تم اتقالته بشهر ثلاثة في عام 2010 لكن قبل ذلك كان عم بحقق اخر انتصار له مع هال سيتي على ماشيستر سيتي في لقاء الاياب وبيقدر يرد شوية اعتباره بانتصار باثنين واحد ديلي ميل كتبت عن هذه اللقطة قائلة ربما من المؤسف جدا انه واحد من اعظم مدربي هال سيتي على الاطلاق وربما يكون اعظمهم حتى يتم تذكره فقط بلحظة جنود قام فيها براون بعد ما تم اتقالته بشهر ثلاثة له تصريح غريب جدا بوريك شخصيته العجيبة بيقول والله لو ما اقلوني يعني فعليا انا بجزء هال سيتي كمل في الدوري عشرين سنة يعني فعليا بنظره هال سيتي كان هيكمل في البرمير ليج لا عشر سنين من الان لقدام هي قصة مدرب حقق نجاح شعر بانه هذا النجاح يعطي سلطة مطلقة غير عن كل الاخرين نسي انه بعيش في عصر مختلف نسي انه بعيش في عصر اعلامي مختلف فكانت ردة الثعل مختلفة خسر اللاعبين واللي بيخسر اللاعبين بيخسر كل شيء في مقولة بحبه كثير وبيضرها ببالي دائما يبدأ النجاح بالتراجع عندما تبدأ الانا بالتقدم عندما يبدأ الغرور بالتقدم ويبدو انه في لحظة من اللحظات اعتقد في البرمير انه هذا النجاح هو نجاحه صنيعته مش صنيعت اللاعبين معاه مش عمل فريق كامل وبتلك اللحظة اللي قرر فيها الانا والغرور يتقدمه كان نجاحه عم بيتراجع وكان عم بيخسر الفريق وكان عم بيقول اياكم وياكم وياكم تنسوا انه النجاح له طريق واحد الجهد وبذل الجهد والعمل الجماعي بآن الوقت ما تعتقد لوهله انك ممكن تحقق اشياء بدون مساعدة الاخرين وبدون ما انت ايضا تساعدهم نوصل هون لنهاية تحقق قصة الجمعة بذكركم تروحوا على قائمة قصة الجمعة في اليوتيوب فيها كثير قصة اصدار احناها تركوا لايك وتشاهدوا الفيديو مع اصحابكم والسلام عليكم ورحمة الله